كمتداول ممكن أقول متوسط بقالي يمكن حوالي أربع سنين في المجال ارتكبت طبعا أخطاء كتيرة جدا بيقع فيها المتداول المبتدئ لكن في المشوار دوا وفي الأخطاء اللي أنا ارتكبتها اتعلمت منها أكيد دروس كتيرة جدا في الحلقة دي هشارك أهم خمس دروس من وجهة نظري اللي تعلمتها في المشوار وهي دروس ممكن أقول لو كنت عرفها من قبل مبدأ كاتها تفيدني بشكل كبير جدا فخليك معنا الدرس الأولاني هو أنه مفيش سر في التداول يعني لما متداول المبتدئ بيخش بيحاول بيكون واهم نفسه أنه يحاول يدور على السر أو الأداء أو الستراتيجية المعينة اللي هتكسبه فلوس وبيكونش متصور أنه الموضوع ليه أبعاد أكتر من كده بكتير والسبب اللي الناس بتخش فيها أو بيبع عندها طريقة الفكرة دي في الأول بتكون بسبب أنه بيكون فيها دعايات بيكون داخل بسبب دعايات كدابة أو دعايات من ناس شاركت تجربتها بشكل غير واضح فبالتالي ما بتقدرش تحكم على الموضوع بشكل عام وبتبع متصورة أنه الموضوع سهل وبسيط ويمكن في الأول خالص عايزة مجرد حاجة معاناة هتتعلمها وهتعرف تكسبها فلوس الجاري وراء السر دوا أو الوهم اللي بيبقى عند المتداول المبتدئ بيخليه يبقى مش مستوعب أبعاد اللعبة كلها فبالتالي لما بيتصدم بحقيقة الموضوع بيتخض طبعا من أبعاد الموضوع ومن حجم الموضوع فبالتالي كتير من المتداولين المبتدئين بيوقفوا بعد شهر أو شهرين من البداية أو حتى لو مش أيام قليلة التداول اليومي هو مشوار طويل جدا هتتعلم فيها حاجات كتيرة جدا ومهم إنك تستوعب حجمها من الأول خالص وتعرف إن هي زي أي حاجة بتتعلمها زي هندسة أو طب أو أي إن كان فيها ليها بيسموها زي learning curve حاجة هتقدر تاخدها خطوة بخطوة ولكن مش هتقدر تسبق الزمن وتتعلمها كلها في يوم وليلة المدة اللي هتخدها عشان تتعلم فيها التداول بتختلف طبعا أكيد من شخص للتاني ولكن الحاجة اللي برضو ناس المبتدئين بيهموا نفسهم بيها هو إنه ممكن يكون مغرور أو عنده الفكرة أنه هو يقدر يتعلم الحاجة بسرعة أو بشكل سريع جدا فيقولك مثلا أنا والله لو ركزت فيها في شهر واحد أو أي إن كان هقدر أتعلم كل حاجة وهقدر أبدأ أكسب فلوس بشكل سريع لكن النقطة اللي ما بيركزوش فيها هو إنه فيه عامل أساسي جدا للتعلم التداول هو عامل الخبرة وعامل الخبرة بيبقى مكون من فكرة إنك إنت محتاج في الأساس تعمل عمليات تداول كتيرة جدا عشان تقدر توصل إنك إنت تكون متداول متوسط أو متداول محترف والعمليات دي بسبب إن هي مش متوفرة بشكل يومي أو بشكل سريع جدا تقدر تجيبها على طول بتحتاج وقته بتحتاج زمن إنك إنت تقدر تتعلمها فبالتالي لو أخدنا مثال زي ما تكلمنا قبل كده على مثال الباسكتبول مثلا فلو قلنا مثلا إنك إنت عشان تكون لعب باسكتبول محترف محتاج ترمي مثلا حوالي 10.000 كرة في السلة ففي عامل الزمن إنك إنت ما تقدرش تقدر تحط 10.000 كرة في يوم واحد أو في ساعة واحدة فبالتالي أكيد هتحتاج وقته مجهود عشان تقدر توصل لمرحلة إنك تبقى متداول محترف أو لعب محترف الدرس الثاني بقى هو إنه ما تمشيش وراء حد الفكرة إنه في متداولين كتير برضو لما بيخش ويستوعبوا إن الموضوع كبير أو بيرهابوه في الأول إنه هو لسه مش فاهم حاجات كتيرة بيبدأ يفكر إنه والله ممكن أدور على حد أمشي وراء أو أتبع العمليات بتاعته وكده أنا أريح دماغي وهو يكسب أنا أكسب من الفلوس اللي هو بيعملها أو العمليات اللي هو بيعملها فأنا في الأول برضو لما دخلت الموضوع يمكن قضيت مدة طويلة جدا فإن أنا أدور على المتداول المحترف اللي هيكسبني فلوس وكان من الأولى جدا إني أحط المجهود والوقت دوا في نفسي وطور من نفسي ولا إني أدور على المتداول المحترف اللي هيكسبني فلوس لأن الفكرة هو إنه نادرا جدا ما هتعرف تلاقي حد يكسبك فلوس على أقل من تجربتي أنا الشخصية معرفتش ألاقي متداول يعرف يكسبني بشكل مستديم ولو عرف يكسبني في فترة قليلة جدا كان على المدى البعيد بيعمل عمليات تخسرني برضو بشكل كبير جدا فبالتالي كل مواقع التداول الاجتماعي او السيجنل بروفايدرز او الحاجات اللي هي بتبقى محطوطة في مواقع معينة انه هيجيب لك سيجنلز معينة تقدر تمشي وراها لا انصح باستخدامها بشكل عميائي لانه غير انك انت اصلا ممكن تقع فيها في مشاكل وتخسرك فلوس هي طريقة غير مستديمة لانه لو فعلا لقيت مصدر فعلا بيكسبك فلوس فانت ما طورتش من نفسك فبالتالي الشخص دوا او المصدر دوا ممكن يختفي لاي سبب فبالتالي تخسر انت الطريقة اللي كنت بتقدر تكسب منها فلوس فعشان كده انصح اي حد انه ممكن تمشي ورا ناس عشان تتعلم منهم عشان تشوف هو ازاي بيعمل عملياته ولكن اوعى تمشي بطريقة عميائية جدا لاي حد هتعرف تمشي وراه او عايز تتبعه حاول تتبعه وتتبع الافكار بتاعته وليست العمليات لانك لو بتتبع العمليات في العادة العمليات اللي بيحطوها بدون اي تفاصيل بتفهمش هو ليه بياخد العملية ديا وما بتفهمش هو ليه بيشتري وهو ليه بيبيع فهتفضل طول عمرك بتحاول تدور على الشخص اللي هيكسبك وفي مشوار او في مرحلة او في دوامة ما بتنتهيش انك انت بتفضل تحاول تدور على الشخص اللي هيكسبك انت فلوس بدل ما تستثمر في نفسك انت الوقت والمجهود ده الدرس التالت بقى هو انه مفيش مؤشر واحد هو اللي هتستناه عشان يكسبك فلوس كتير في الاول برضو او بشارك كل حاجة طبعا عن تا جروبا كنت مستني انه في مؤشر كل حد يجي يقول لي مثلا فيه الاستوكاستيك انديكيتر او الماك دي او البولنجر او الاكسبونانشل موفينج افريج او السيمبل موفينج افريج او الفي واب او اي ان كان مؤشرات كتيرة جدا موجودة في عالم التداول وكل واحد بيعرض فكرة انه لما بتحصل حاجة معينة في الحتة المعينة تبدأ تشتري وتبيع في الحتة المعينة وبيبسطلك الموضوع جدا وكأنها فعلا لعبة مؤشرات مش لعبة حركة ساعة مفهوم المؤشر عند كتير من المتداولين المبتدئين هو غير صحيح بالنسبة لاستخدامه الحقيقي المؤشر في العادة هو بتستخدمه لمساعدتك لتشكيل رأي عام لكن الحاجة الاساسية جدا لو انصح اي متداول يبدأ فيها ويركز فيها بشكل كبير هي حركة السعر اللي موجودة في الشارت لانه حركة السعر في الاساس جدا بدون اي مؤشر كافية جدا انك انت فعلا تقدر تقرأ منها وتتوقع منها ايه اللي ممكن يحصل لكن بتستخدم من بعدها المؤشرات لاستخدامها او لمساعدتك لتشكيل الرأي او توقع ايه حركة السعر اللي ممكن تحصل في المستعبل ولو جينا نفكر يعني ازاي افهم حركة السعر من الشارت فده موضوع اكيد كبير جدا ويمكن نقشناه قبل كده ويمكن هنخش في تفاصيله اكتر بعدين ولكن في الاساس جدا حركة السعر هي مكونة من بيسموها اموشنز او مشاعر من ناس بتشترت وباعت في حتة معينة فبالتالي انت بتحاول تسرت قصة لحركة السعر ديا وتحاول تفهم امت الناس اشترت وامت الناس باعت وليه اشترت وليه باعت ولو عرفت تفهم القصة من حركة السعر تقدر الى حد ما تتوقع حركة السعر اللي هتحصل في المستعبل فبالتالي هي فكرة التشارت نفسها هي مش مجرد خطوط معانا بتترسم او ايا كان الخطوط ديا هي بيسموها زي حاجات برضو مؤشرات لمساعدتك لفهم فين النقط اللي الناس فيها اشترت وليه الناس فيها باعت فبالتالي لو انت عرفت فين النقط ديا تقدر تتوقع منها فين النقط اللي الناس هتشتري فيها في المستقبل وهتبيع فيها في المستقبل ولو الموضوع دا يمكن معقد لسه في المرحلة دا فده موضوع يعني طويل جدا وهنخش في تفاصيله اكتر بعدين او حتى يمكن نقشناه في حتة كتير قبل كده في العمليات اللي طبقناها قبل كده ولكن الفكرة بتاعتها هو انه الدرس اللي انا عايزة اطلعه من الموضوع هو ما تركزش في المؤشرات لانها مهمة في بعض الحالات وفي بعض طرق الاستخدام في بعض الاستراتيجيات لكن لو ركز في حاجة واحدة في الاول خالص ركز في انك تحاول تفهم حركة السعر من التشارت نفسه الدرس الرابع اللي كان نفسي يكون عرفته قبل مبدأ التداول ومش بس عرفته بل يعني مقتنع به يقينا جدا هو انه كان نفسي اخد وقت في تعليم التداول في المرحلة الاولانية بدل ما اخش على طول في الموضوع وابدأ احط فلوس ومبالغ كبيرة اخسرها في الوقت ساعتها اللي كانت المبالغ ديان ممكن تأثر علي الفكرة هو انه المتداول المبتدق في العادة جدا اول ما بيخش طبعا ما بيبقاش فاهم اي حاجة ويمكن بعد اسبوع او اسبوعين او شهر في الموضوع وبعد ما بيبدأ يستوعب بعض الافكار ويتفرج على فيديو او اتنين يفتكر انه الموضوع بقى مفهوم وبقى سهل بالنسباله ويتحمس جدا ويبدأ يحط الفلوس ويخش على طول في المشوار ويخود تجربة سيئة لانه ما عندوش الخبرة الكافية انه يقدر يحكم على نفسه هو اصلا كان هيقدر يكسب فلوس ولا لا المشكلة دي بتحصل بسبب انه لما بتبدأ داخل في المجال في الاساس خالص اكيد طبعا ما بتبقاش عارف اي حاجة وبعد فترة قصيرة جدا اللي هي الاسبوع اسبوعين اللي تكلمنا عليهم وتقدر تستوعب او تقدر تفهم بعض المعلومات في السوق وتتفرج لك زي ما قلنا على فيديو فيديو هين بيجي لك نوع من الغرور انك بقيت فاهم الموضوع وخلاص انت بقيت كده تقدر تكسب وبقيت فاهم كل حاجة ومتمكن من كل حاجة ودي نظرية معروفة بنظرية الدونين كروجر اللي هي بتقول لما انت ما بتبقاش عارف اي حاجة في الاساس خالص ما بتبقاش عندك اي ثقة في النفس اللي هو طبعا حاجة لو انت جيت كلمتيني في علم الفضاء او اي ان كان حاجة انا لسه معرفهاش مش هيبع عندي ثقة في نفسي ان انا اناقش فيها الموضوع بشكل واثق نفسي فيه لكن مع بعض المعلومات الصغيرة جدا ممكن البني ادم يتصور ان هو عارف اكتر من ما هو عارفه وتعل عنده الصقة بشكل كبير جدا ويفتكر ان هو يعرف كل حاجة تقريبا في المجال لكن كل ما بتزود المعلومات اللي عندك بتنزل الصقة تاني لانك بتستوعب انه فيه حاجات كتيرة جدا انت ما كنتش تعرفها اللي هي من مبدأ انت في الاول خالص ما بتكونش عارف ايه اللي ما بتعرفوش الدرس الخامس بقى والاخير وهو درس بسيط جدا واي حد يقدر يطبقه في الاول خالص ولكن انا برضو ما كنتش متصور قد ايه هيأثر علي في التداول بتاعي وهو ان انا استخدم اكتر من شاشة واحدة للتداول كتير برضو من المتداولين المبتدئين بيخشوا بمبدأ ولا انه التداول ممكن يعمله من على التليفون بيبقى متصور انه اي شاشة ولو كانت شاشة صغيرة زي التليفون يقدر يعمل من عليها العمليات ويكسب منها فلوس وانا ما بقولش انه فيه ناس فعلا ما بتقدر تتداول من عن طريق التليفون بس دي لها استراتيجيات وطرق مختلفة تماما عن المتداول اليومي اللي بيتابع حركة السعر من التليفون الصغير او اي ان كان بيبقى قريدي عامل تحليلات وعارف تفاصيل كل حاجة على شاشة كبيرة جدا ولكن متابع حركة السعر بشكل بسيط جدا على التليفون لمعرفة فين السعر في الوقت اللي هو متوقع لو وصل لحتة معانا يقدر ياخد خطفة معانا ولو علي او نزل او اي ان كان من التليفون بس التحليلات كلها في الاساس بتكون معمولة على شاشة كبيرة الفكرة في المتداول اليومي او الاستراتيجيات اللي انا بنفزها وبتتعمل في مرحلة زمنية قصيرة جدا بابا محتاج اكتر من شاشة عشان اقدر اشوف تشارتز مختلفة لشركات مختلفة عشان اول ما شركة منهم تبدأ تتحرك بالطريقة اللي انا متوقعها تبقى قريدي كانت على السكانر بتاعي او على الشاشة بتاعتي واقدر على طول جدا اخدها واتداول فيها بشكل سريع جدا فبالتالي الاكتر استخدام اكتر من شاشة مش بس بيسهل عليك التداول ولكن بيسمح لك انك تلاقي فرص بسهولة اكتر من انك انت تستخدم شاشة واحدة بسيطة الموضوع في الاساس خالص هو مجرد شاشتين اتنين يعني انا تدريجيا بدأت ازود الشاشات اللي بستخدمها لكن في الاساس خالص هي يمكن اقول انه اهم نقطة هو يكون عندك شاشتين شاشة بتتداول عليها بشكل مباشر اللي هي بتسميها الكوكبيت او غرفة القيادة بمعنى اصح والشاشة التانية المرقبة شاشة المرقبة اللي بتحط عليها السكانرات بتاعتك او الشارتز للشركات التانية اللي انت مرقبها بس لسه مش متأكد امتى هتخش فيها او مستني حاجة معينة تريجر معين او فكرة معينة تبدأ تنفذ منها العملية دول كانوا كده خمس دروس عندنا اتعلمناهم النهاردة ياريت تقدر تستوعبهم وتستخدمهم في مشوارك لو انت متداول مبتدق عشان مجرد سماع الدروس لوحدها من غير كافي انك انت فعلا تستفيد منها مهم انك انت تطبق وتقتنع الى حد ما بالكلام لانه بالاسف كتير جدا من الحاجات اللي المتداول المبتدق بيسمعها ممكن يسمعها ولكن يحس ان هو تجربته ممكن تكون مختلفة او ممكن يعملها بشكل مختلف فبالتالي يسيب برضو القواعد دي ويلجأ لان هو يعمل حاجة بطريقة مختلفة الحاجة التانية كمان ودي نقطة كنا نقشناها في فكرة انك انت تاخد وقت اكتر في انك انك انت تقدر تتعلم التداول هو الوقت ده هو ان حاول تستغل فيه زي virtual accounts او demo accounts او حسابات تجربية انك انت تحاول تجرب من نفسك الاول قبل ما تخش بفلوس حقيقية ولو قررت وانتهيت انك انت فعلا عايز تخش بفلوس حقيقية ومعندكش مانع انك انت تخسر فلوس صغيرة فخش بمبلغ انت فعلا مضحي به تماما لانه للأسف في التجربة في المرحلة الاولانية كل الفلوس اللي هتحطها تقريبا هتخسرها كلها لكن لو طبقت الدروس دي ممكن اوعدك انك تقدر تحمي نفسك من المخاطرة دي لكن برضو حتى ولو اني طبقت فيها الدروس حاول برضو تخش بمبالغ صغيرة عشان ما تخسرش مبالغ كبيرة وتعرف تخوض تجربة سهلة بالنسبة لك في التداول الفلوس اللي هتخسرها في الاول اعتبرها كأنها تمن بتدفعه لتعليم التداول انك انت ابسط ما فيها لو كنت روحت دفعت الجامعة او ايا كان كنت هتدفع فلوس كتيرة جدا عشان تتعلم الحاجة دي فلو بصيت عليها ان هي تمن لتعليم التداول مش فشل منك انك انت فاشل مثلا عشان بتخسر الفلوس دي هتقدر تدي لنفسك فرصة انك تحسن من نفسك وتخوض فيها تجربة اسهل من انك انت تفضل تحس بالفشل وتحس ان كل عملية غلط انت بتعملها هو فشل منك دي حاجة طبيعية جدا انه اي حد في اي حاجة هيبقى محتاج وقت ومجهود عشان يتعلمها اخيرا لو عجبكو طريقة عرض الحلقة دي وموضوع بسيط جدا نقشناه فياريت سيبولنا لايك عشان نقدر نفهم لو فعلا الطريقة دي عاجبة الناس ولا لأ لكن كده كده احنا لسه مكملين وهنخش في مواضيع فيها تفصيل اكتر الاسلوب اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقات دي هتكون زي دردشة او اجوبة على اسئلة لكن برضو ممكن نرجع للطريقة العرض التانية اللي بنعملها لشرح موضوع ما لانه الطريقة التانية ممكن تكون اسهل في شرح المعلومة لكن الطريقة دي انا حسنة اسهل ليا وليك ان احنا نقدر ندردش او نعرض معلومة معينة فياريت طبعا تكون عجبتكو الحلقة ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية السلام عليكم